السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناة المسيوية يوم نحضر معكم حرائشات مضاق الليمون غرب المعرقة بدون مجهود نحضر حرائشات جوتي كي يجوه شاش ورطبين مقادر بساطة نتوفره في كل بيت نزول المقادر كاس ديال زيت المائدة كاس ديال عاصر ليمون نزول كاس ديال سانيدا نزول كاس ديال كوك جوجة البيضات جوجة ديال الساشي ديال الفاني جوجة الخمارات ياغورت بنكهة الفاني 500 جرام ديال السميدة أرقيقة اللي كنديرو بها البسبوسة وعاية تكون هاد سميدة حسب الخالط يعني عنضيفها بشوية بشوية في ايناء كندير واحد درشة ديال الملح كنديف ليهم جوجة البيضات جوجة ساشية ديال الفاني نزول كاس ديال سانيدا كنخدمهم مزيان كنخدم مزيان كنخدم مزيان حتى كندوق لي هاد سانيدا وكنزيد اليها نزول كاس ديال الكوك وكاس ديال الزيت زيت المائدة العبار دائما بكاس ديال العنبة كاس ديال ياغورت بنكهة الفاني وعصير ديال البرتقال كاس كنخلط الخالط كامل وكندن نضيف سميدة بشوية بشوية حتى نحصل على واحد الخالط يكون ما يكونش مرخوف بزيف وما يكونش قاسح هنا بقع نخليها واحد شوية كتشرب هنا تقريبا عاد هزلية 450 تقريبا جرام ديال السميدة الرقيقة لان ما هنكملش هادوك جوز لايف ما هنكملش 500 جرام ديال السميد الموهيم تضيفه سميدة بشوية بشوية حتى تحصله على الخالط يكون عاقد شوية وما يكونش خفيف هنتو ما هتشوفوك مني كم دا نحرك فيه بالمعلقة نحرك بيه بالمعلقة يكون مرخوف حتى كتبدأت تقاليا وكنحبس كنخليه يرتاح ليه تشرب ليه ما زال واحد شوية ما زال مرخوف كتشوفوه كنزيد جبانة تانية وكنستمر في التحريك نضيف غير بشوية بشوية السميدة راح حسب الحجم ديال البيض كيختلف وحسب الكاس اللي عبرتوه بيه السوائل يعني ما نتقيدوش بنفس العبار ديال السميدة كنحرب وكنشوف تقوريا ديالها دباية تقالت تشوفو مني كنهزل المعلقة كتكون تقيلة أصافي كنتوقف ما كان مقاش نضيف السميدة وهي ما زال مرخوفة شوية كنخليها ترتاح حتى كتباليا كننهزج واحد شوية بيديه وكتباليا راح شربت كمية اللي بقات ليا من 500 كرام ديال السميدة هي هادي صفي كنحطفت بيها على جنب بلا موجة طواد هنتها وكنتنها واحد شوية تشرب وارجع معاكم بعد ما شربت ليا كنقيتها بصبعي بحلكة كنقى انها شربت كنكون موجة سميدة اه رقيق ولكا نعدكم شوية ديال كوك ضيفيه لما كانت بلايش انا مدرتوش صفي وكننبدأ نعبر وكننبدأ نكور اهي كتب زاد شوية في فران وكندوزها في دك سميدة ارقيق ونحطه في اللطة ما تنسوش دائما الاشتراك في قناة المسفيوية والضغط على زر الاعجاب اللي عجبكم الفيديو وتخلوا لي تعليق مرحبا بالاخوات جداد اللي نضمون القناة ومرحبا اه مرة اخرى بالاخوات اللي مسان ديني من اول فيديو تحط في القناة كنقول اليوم مرحبا بيكم وعوشي المبروكة دخل عليكم بيش متمنيتوا ان شاء الله ويرفعينا يا ربي هاد الوباء وشفيه جميع المرضى ان شاء الله كنستمر نكور هاد الحريشات كاملين حتى كنكمل ونرجع معكم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد مسالية دكوار كامل ديال الحريشات كنناخد شي حاجه بحال هاده مدوره نحطه في السميد وكندير واحد تقب من الوسط نحاول نعرض واحد شويل لانا من عندخله من الفران كنن واحد الملاحظة نعم ندخله من الفران الفران يكون سخون قبل يكون سخون ندخل الفران من تحت حتى كالطيب عادش كنشعلها من الفوق مني كان ندخل الفران كدوز واحد اربع ساعات قريبا وكان حلق لها لانني كان لقاها هذه التقبة بدت الحرشة بدت تطلع وقدت تسدليها نخرج الطاوة وكنورك على ذلك التقب بالاصبوع ديالي باش يرجعه عو تاني باش يرجعه عو تاني يبانه انهم كي يرجعه يتسده شوية وكارجع ندخل الماء بصبعي صافي ما كيبقوش يتسده لابا كندخله من الفران كنزيد واحد شوية ديالسمي دقيق من الفوق باش يجي حرشين وكندخله من الفران حتى كيتحمره ونرجع معكم يلا بانوا لكم تشقوا من جناب كتحاولوا انكم جمعوهم شوية بالصبع ديالكم بعد ما طعبوا لي وخرجوا كيكون هدو الشكل ديالهم كناخد اي مربع عندك كتكون ديك النكهة ديالليمون عاطية في الدار وكيكونو متاهو ما بنتهم زوين بدك الليمون البورتوقال وكنزينهم هنا زينتهم بمربع ديال فريز ثم زينهم باي حاجة عندكم العسل ولمربع ديال مشماش وليمكن لكم كتتكوروهم عادي بلما تدير فيهم هدوك التقب وكتدخلوهم من الفوق حتى كيتشقوا وطيبوهم من التحت نتمنى هدو الحريشات يأجبوكم وتحضروهم لقوتي ولا الفطور لوليدات وينالوا استحسان ديالكم كيجوا رائعين وساهلين ما فيمش المجهود ما فيمش المقادر كيخرجوا كم ميز وينالا بأس بيها دمتم في رعاية الله والسلام عليكم